موسيقى نحييكم من صوت لبنان وإلى حلقة جديدة من مشات هذه الليلة مشات المساء ضيوف هذه الحلقة الباحث والمستشار في شؤون الأمن والدفاع رياض أهوجي والكاتب والمحلل السياسي من روسيا رائد جبر ورئيس التجمع اللبناني في فرنسا كمال طربي تكاد تكون من المرات النافرة كثيرا أن تأخذ التطورات الإقليمية والدولية كل هذا الاستقطاب الذي يرسم للمستقبل سياسات جديدة اقتصادية وسياسية لا يجد لبنان في ظرفه الحالي في الشغور والانهيار مكانا للاتكاء الآمن أو الاحتماء أمام استباحة كاملة للدولة حضر الموفد الرئاسي الفرنسي وغادر ودون أطروحة من المواقف ووعد بالعودة لكنه تكتم على تفاصيل الحلول المطروحة وهنا تذهب قراءة كل فريق وفق أهوائه وطموحاته فيما تستعد الجالية اللبنانية في فرنسا لإطلاق اللجنة اللبنانية الفرنسية كقوة ضغط فاعلة ما هي التحالفات الإقليمية المؤثرة والفاعلة؟ أين تلتقي؟ وأين تفترق مع الدول الكبرى؟ وبعد حرب أوكرانيا؟ ماذا يحصل في روسيا؟ أي تدعيات له على المشهد العالمي؟ إذن في حلقة اليوم سنستضيف الباحثة والمستشار في شؤون الأمن والدفاع رياض كهواجي في الستوديو وستكون هناك مداخلة لكل من رئيس التجمع اللبناني في فرنسا كمال طربي والكاتب والمحلل السياسي في روسيا رائد جبر مساء الخير؟ أهل وسهلا فيك بستوديو صوت لبنان كميما رحب بكل المستمعين والمشاهدين السؤال الطبيعي اليوم بعتقد أحداث ما شهدته روسيا في الأيام الأخيرة شغلت كل العالم تعتبر هذا التمرد عمليا؟ هو تمرد على الرئيس الروسي شخصيا؟ هو تمرد على القيادة العسكرية شخصيا؟ أو هو حالة تم احتوائه؟ هو أولا حدوث التمرد كان مفاجئ بالعالم من فاغنر بهذا الشكل والطريقة اللي انتهى فيها هذا التمرد كمان كان مفاجئ جدا يعني خاصة انه على بعد ساعة أو ساعتين من موسكو يتوقف الزحف لفاغنر اللي كان كمان من المفاجئات انه كان تكون طريق مفتوحة ما توقف ما كان فيه أي اشتباك معه لا من البر ولا من الجو باتجاه موسكو كان هذا أيضا مفاجئ لكثير من المراقبين ليش أقدم على الأمر؟ وليش انتهى بالطريقة اللي انتهى فيها؟ والسؤال هل المفاعل ما جرى تم احتواء أم نحن في بداية انهيار حكم بوتين؟ يعني هناك بعض التحاليل اليوم تتحدث انه هذه هي البداية وبالتالي قد علينا ان ننتظر لنرى شو هو هالاتفاء اللي صار مع رئيس بيلاروسيا؟ مع رئيس بيلاروسيا هل هو فقط انه بيخرج من بيخرج رئيس باقنر بنتقل لبلاروسيا وبيعافوا عن مقاتلين باقنر وبنتقل الموضوع؟ هذا كل شي صار هناك من يقول انه لا هناك الاتفاق أوسع من هيك وفي حكون تظهر منه بشكل أكثر اليوم كنا نحن يحكي انه في ملايحة آنونية لرئيس باقنر هو كل الطريقة اللي صارت فيها لحد هلأ تشوبة كتير من اللغة طب بس انه ما تنسى انه اليوم مجموعة باقنر هي وليدة بوتين مجموعة باقنر هي مجموعة انشئت من القيادة الروسية ومن الأولغاركية الروسية لتخدم أهداف روسيا بالخارج من دون طورية الدولة الروسية يعني هي منظمة أو شركة خاصة تؤدي مأهام أمنية لخدمة حكومات ومجموعات سياسية في دول حول العالم مقابل أموال أو بدل يدفع بشكل ذهب ألماز أقود نفطية إلى آخره تستفيد منها الأولغاركية والقيادة الروسية طريقة لنشر نفوذ الروسي من دون ما يكون فيه إرسال لقوات روسية وشفنا باقنا المنتشر وبالتالي هي مؤسسة عند بعض اقتصادة عند بعض أمنة وبعض في النفوذ السياسي الروسي شفنيها بأفريقيا شفنيها وما زالت وسط أفريقيا بسوريا بليبيا بحلات عديدة نعم وجودها غير محصور في مكان الحديد قبل ما نفوت يعني بتفاصيل النفوذ السوري والاستراتيجية الجديدة بدي أسأل سؤال أنه ليش كلهم سوا كل محور الممانعة بيعتبر أنه ما حصل في روسيا بيهدد هذا المحور مع أنه اليوم كان أنه الرئيس الإيراني عم بأكد دعمه للرئيس بوتين بالتالي يجب أن نخشى كلبنان ضمن هذا المحور سوريا ضمن المحور لبنان ليس ضمن هذا المحور وين لبنان؟ هناك قوة داخل لبنان اسمها حزب الله هي في هذا المحور إنما المشكلة في لبنان عنا صراع داخل لبنان لأنه لم يصل حزب الله السيطرة عليه وفرد وجعله بشكله وبكل انتماءاته الداخلية جزء من هذا المحور ولكن اليوم شفنا اليوم كل وضع اليوم كان في عندك رئيس مجلس نيابي كله بيصوت باتجاه واحد عندك انتخاب رئيس اختيار رئيس بيكون بسلاسة جدا شفنا اليوم ما كنا شفنا أي مساعدات لمن الغرب ولا من أمريكا ولا في اهتمام دولي أو غربي موجود هون كنت لقيت لبنان مثله مثل إيران دولة تتعرض لعقوبات عليها عقوبات كدولة مش لا أعضاء فيها فلبنان ليس داخل محور الممانعة سؤال هون استطراض استاذ رياض ده أهوجي لبنان ليس داخل محور الممانعة ولكن المعركة الرئاسية الحالية هي بنتجتها ستضعه في محور الممانعة أو لا نأ كمان منا به السهولة يعني شفنا نحن انتخابات الماضية حزب الله أتى بمن يريد الرئيس عون والرئيس عون كان مع طيار الوطن الحور كان جزء من 8 أزار ومن محور الممانعة وشفنا لما محور الممانعة هيمن بشكل كبير على لبنان كيف انهار لبنان اقتصاديا وازداد الوضع السياسي سوءا وبالتالي لبنان لا يستطيع ان يكون جزء من محور الممانعة ومن هون يعني حزب الله بهمه كثير تبقى الحكومة المركزية ضعيفة يبقى في الحكم ضعيف لا يقدر يمارس هايمنتو لأنه مع وجود دولة قوية يتراجع دور حزب الله وهون إذا عدنا لموضوع اللي خلنا عم نحكي فيه فاغنر بتصور التصادم اللي صار لأنه لأول مرة منذ انشاء فاغنر فاغنر يعمل عسكريا إلى جانب الجيش الروسي على الأراضي الروسية وهون شفنا التنافر بين الجيش الروسي لا صعب جدا تتعايش قوتين عسكريتين تحت قيادتين مختلفتين في بلد واحد خاصة إذا عم بيخوضوا حرب لأنه حكون فيه تنافس دائم صراع على النفوذ والسلطة دائم محاولة لاحتكار المكاسب والمغانم بين الطرفين واحتكار لاستخدام السلطة إلى أي مدى بتعتبر التجربة الروسية اليوم القوات الروسية مع قوات فاغنر إيران الحرس الثوري مع القوات الإيرانية العراق الحشد الشعبي لبنان حزب الله والجيش اللبناني هل هالتجربة هاي دي بتلاقيها فيه تناسو فيه تمدد؟ أنا أتوقع أنه خلال الأيام المقبلة حنشوف بوتين والحكومة الروسية سحياخده مجموعة إجراءات وسن قوانين تحد بشكل كبير من عمل الشركات الأمنية ونفوذة داخل روسية عمل فاغنر خارج روسية لن يتغير هو مستمر أكد عليها لأوزير الخارجية إنما داخل روسية سيكون فيه تغيير جدا كبير نعم نتيجة ما جرى هذا بحد ذاته بيظهر أنه هذه تجربة فاشلة شاهدنا ما حدث بالسودان بالدعم السريع اللي هي كانت ميليشيات مع الجيش نقلبت على نعم في الدول الأخرى أنا من وجهة نظري إنها مسألة وقت إنها مسألة وقت لا أكثر يعني بإيران حالة الثورة سيطرة على المفاصل الدولي من هنا من يسمع بالجيش الإيراني؟ ما حدا يسمع بشي لا يملك الجيش الإيراني أي نسمعنا كثير من أسلحة متقدمة بإيران من صواريخ فلسطية طائرات مسيرة هذه جميعها في يد الحالة الثورة الجيش الإيراني لا يملك أي منها لا هو ولا البحرية الإيرانية ولا سلاح الجو حتى الحالة الثورة عم يبلش ينشئ سلاح الجو الخاص طبعه هو وبالتالي الحالة الثورة هو الدولة في إيران في العراق لا هناك مشهدية متخلفة فيه طبعا بشكل واضح تنافس ما بين الحشد الشعبي والجيش النظامي هناك تنافس وتناحر يشتد حينا ويخف حينا آخر بس إنما برأي التصادم سيحدث في وقت ما لبنان سيحدث هذا التصادم؟ لبنان وضعه اللي بيعطيه ميزة أنه وضعه لبنان وضعه مذهبي طائفي ططفي هيدا اللي بيخلي إمكانية التصادم تحولها لحرب أهلية هيدا خطورتها بس إنه الوضع مش طبيعي إنه مؤسسة عسكرية موجودة وفي حد قوة غير شرعية بتتحرك بسلاحها بتدخل السلاح بتظهر السلاح دائما في شبهات من الخارج بمدى تغلغل حزب الله في المؤسسة العسكرية هل هذا واقع أو غير واقع هناك علامة استفهام دائما هناك تقارير تأتي من الغرب ومن أماكن عدا تتحدث عن اختراقات للحزب في المؤسسة العسكرية طبعا هذا لبرهان على ذلك إنما دائما هناك شكوك في هذا الموضوع هيدا بيأثر بشكل كبير على اليوم عندما يذهب الجيش اللبنان لا يطلب مساعداته هيدا هيدا موضوع تسأل هو عادة اليوم هلا حتى بالكونغرس الأمريكي في عدد من عم يسألوا أنه لشوه ضرورة دعم الجيش اللبناني طالما أنه هو مخروق من حزب الله بالوقت لإيادة أنه إدارة البايدن عم تعطي مساعدات للجيش اللبناني وعم نشوف الدعم القائم لأن مؤسسة الجيش اللبناني رغم كل شيء لا تزال هي المؤسسة التي تملك قدر الأكبر من الثقة من الشعب اللبناني لعند أكبر حكم من الاحترافية على مستوى المؤسسات اللبنانية وهي يعني تبقى الجهة الوحيدة للمجتمع الدولي للتواصل مع لبنان هل يمكن أن يكون هيدا الجو السياسي اللي عم نشوفه هذا الدعم هو نقطة التقاطع لاحقاً على قائد الجيش كرئيس قائد الجيش مطروح وطرح من قبل جهات خارجية وداخلية إنما وصوله يحتاج إلى 86 صوت وبالتالي بحاجة لقناعة من 86 نائب أنه لن يكون هناك إمكانية للاتفاق على أي شخص سوى قائد الجيش وهكذا يأتي إنما أي شخص آخر لا يحتاج إلى هذه العدد للوصول إلى الحكم بينما اليوم قائد الجيش يحتاج إلى هذا الخيارات الواقعية للثنائية الشعية خيارات الواقعية من أي ناحية من جهة رئيسة الجمهورية حالياً عبيدعمه فرانجية كرئيس الجمهورية عبيعتبره أنه ما في خطة دا إلا هو اثنين عبيدعمه للحوار والتوافق الحوار والتوافق على شو؟ هل عم نتحاور على رئيسة الجمهورية فقط؟ هل عبيكون التحاور على النظام؟ على التركيبة؟ على شو؟ انتخاب سلامان فرانجية حتى الآن لا يبدو قابل للتنفيذ بتصور الجلسة اللي عملوها أثبتت هذا الموضوع هناك لربما أمل أنه الموضوع مع الوقت بصير في تغير في مواقف حتى الآن لا نرى ذلك أنا أعتقد الموضوع اليوم في مفاوضات أمريكية إيرانية هذه المفاوضات نتيجتها ستؤثر بشكل كبير على انتخابات الرئاسية والكل نطرة الكل نطرة طيب ونشوف الاتجاه تبعها كيف حيكون هيدا بدأ تكون من هون لأيلول المقبل هيدا من هون يعني ما في تاريخ محدد لألة ما حد أحطنا إنا هيدا هيدا هكنا مفاوضات صعبة نحط لها تاريخ بس هي ملنا مفاوضة هي بدون نوصلوا لتفاهم وليس لاتفاق كمان ما نعرف كمان ما نعرف فيه كلام أنه اوكي بدأ يكون فيه اتفاق أنه بتعمله بسموه فريز فور فريز أنه بنعمل فريز على تخصيب اليورانيوم مقابل فريز على فرض عقوبات هناك ما نتحدث عن رفع عقوبات محدود مقاؤبة رفع اليد عن مجموعة من الحسابات المجمدة لإيران مقابل وقف إيران للتخصيب والتزامة بالاتفاق الناوي هناك ما نتحدث عن اتفاق محدود وهناك ما نتحدث عن ربما قد يكون هناك اتفاق شامل جديد ما حدا عنده المطيط هناك حتى الآن تخمينات وتقديرات لا أحد يملك رؤية واضحة عنه ما جرى في روسيا هل سيؤثر على هذا الاتفاق أو هذا التفاهم الأمريكي الإيراني يعني اليوم الإيراني اتصل بالرئيس الروسي وأكد له أنه دعمه عملياً في أي تأثير بينه ما بيأثر من أي شيء لأنه هو شيء اللي صار هو شاء الروسي داخلي وتاني شيء كل القوى الخارجية عم تحاول تقيم وتعرف شو صار يعني كل واحد هلأ عم بيحاول عبر أجلة الاستخبارات تبعته وتحاول جمع معلومات من جوه وتجمع معلومات لتشوف شو صار ليش صار هيك وليش انتهت بهذه الطريقة الاستخبارات الأمريكية كانت عم بتقول شعرت بخططه لقائد فاغنر منذ أشهر أو هيدا كمان نوع من التخمين ما بعرف بس أنا ما حسيت أنه في أي حدا كان عنده خبر وحسب التعليقات والتغطية اللي صارت من الجانب الأمريكي أو الأوروبي والجميع الجهات كان الجائع متفاجئ إلى أي مدى استاذ رياض أهواجي بتشعر أنه اليوم بوتين موضوع قدام مشهد سياسي ما تتروح قدامه يعمل تنازلات خاصة إذا كان فيه تنازلات بالداخل أو تنازلات بالنسبة للحرب بأوكرانيا هل فيه أي خطوات من هنو اليوم بوتين طبعا بده يعد تقييم وضعه الداخلي الأنظمة مثل النظام الروسي تركيزه الأساسي هو الداخل بس هون حسن موقفه دعمه لقيادة الجيش ما نعرف بعد ليش ما بتعرف ما نعرف بعد يعني اليوم بعد ما بتعرف إذا أنا رأيي علينا ننتظر لنرى خلال الأيام المقبلة شويق ووزير الدفاع ورئيس الأركان حيبقوا بمنصبهم حالهم باقي ما نعرف لقيمتا هيدي القرار بشاطة ألم كيف بدأ تصير المواضيع قوات فاغنر الموجودة اليوم تأثير ما جرعوا معنويات الجيش الروسي يعني اليوم أنا لو ضابط روسي اليوم عم بسأل إنه شو صار ليش صار هيك ليش صار هالتمرد وليش انتهب هالطريقة التمرد ما نعرف جوا كيف كانت الأجواء بروسيا هل كانت في تأييد واسع لفاغنر ولا ما كانت في تأييد هل كانت في تعاطف داخل المؤسسة العسكرية مع فاغنر ولا لم يكن هناك في كتير أشياء ما نعرفها وهي دا بد يتكشف خلال الأيام المقبلة عشان هيكي أعتقد أنه من المبكر أن نقوم باستنتاجات من هذه اللحظة طيب بس أقله إذا بدك تجي تقول يعني لما بتشوف هذا المشهد القوات الشيشانية هي اللي كانت جوات موسكو قوات الشيشانية عم تتعاطى حجم أكبر بكتير من حجمها يعني صاري نحكي عن قوات أحمد قديروف سوعمائة شخص سوعمائة عنصر ما بشو بدي عملوا لي عملوا هذي هي عم تتعاطى كل القوات الشيشانية الموجودة اليوم عجبها بأوكرانيا وبروسيا عشتلا في جندي فهو دي ما بيغيروا معادلة عسكرية يعني وبعدين هل زي صار اشتباك بموسكو ما بين الشيشان المسلم وفاجنر المسيحيين هتبقى المعادلة لصالح الشيشان أنا بشك جدا رح يصير في تعديل بالميزان العسكري في الحرب مع أوكرانيا اليوم أوكرانيا عب تحكي أنه في عندها تقدم ميداني على الأرض هل اليوم ما جرى خلى القوات الأوكرانية تتقدم أكثر شو موقف هون القوات الروسية أنت بتعرف أنه قوات فاغنر إلا فضل بأخذ بخموت فضل محدود جدا بخموت 8 شهر مدينة مثل بخموت فاغنر والجيش الروسي كلهم 8 شهر لياخدوها البلدة يعني عم نحكي نحن كلمترها 10-11 كيلومتر كلها سوا فنصر جدا هزيل جدا جدا هزيل وخلال الشهر الماضي استعادت أوكرانيا جزء مهم من الأراضي المحيطة في بخموت وهي على وشك أن تطوق بخموت مش ماله مجنوب فيه تقدم مهم وإذا بيستمروا على الوتيرة قد نشهد تطويق من جانب الأوكراني محاصرة لبخموت هناك تقدم على عدة جبهات لأوكرانيا موضوع الهجوم المضاد الأوكراني عم يستعدله وبلش فيه وفي دعم لا محدود لإله وبالتالي سيستمر لي أسابيع المقبلة كلياته لآخر الصيف وقد يمتد لي الخريف ويتوقع أن يكون هناك تقدم وسيطر على أراضي جديدة ما بنعرف قديش حتكون وقديش مساحتها يختلف الوضع اليوم عن الوضع العام الماضي أنه الروسي هالمرة مستعد دفاعيا أكتر من السابق إنما هل استعداداته كافية لوقف التفوق النوعي اللي بتملكه القوات الأوكرانية وتقدمها في الأداء وتفوقها من ناحية المعنويات العسكرية معنوية الجنود على الطرف الروسي كمان هذه من الأشياء اللي عم نشوفها الهجوم المضاد بدأ تم تحرير بعض الأراضي إنما لحد هلأ وطيرته محدودة الخبراء العسكريين عم بيعتبروه أنه بيسموا هذه الهجمات بالجديد سموها بروبينج يعني بالعرب هي مثل عمليات امتحان بالنار لخطوط الجبهات لتحسس مناطق الضعيفة اللي يمكن اختراقها هذه هي المرحلة الحالية للهجوم المضاد يعني عمليا صار فيه تقدم للغرب لأوروبا تجه روسيا يعني كانت روسيا عم بتقول عملنا الحرب الأوكرانية لحتى نزيح الناتو عنه مش هيك هلأ عمليا اليوم الناتو صار أقرب من الحدود الروسية يعني أوكرانيا الحرب مستمرة في تقدم عندك اليوم الناتو بدأت تتوسع عضويته لتشمل دولتين معروفين فنلندا والسويد وبالتالي يعني صار عندك تطويق أكثر لروسيا وين المنفعة الروسية بالحرب اللي شنتها؟ ما في أي منفعة وسمعنا زه قائد فاغنر من يومين عم بيقول أنه كان كل ياتا كذب أنه القيادة الروسية خدعت شعبة خدعت الجيش ما كان فيه مؤامرة أخرانية لمهاجمة روسيا مع الناتو أنه كان كله هذا خداع وكذب هذا أمر سمعون روس لأول مرة من شخص بيقدروا مثل قائد فاغنر عم بيتهم القيادة الروسية أو قال بشكل علاني أنه هذه الحرب لم تكن مبررة وأنه كل هذا القتال ورغة الدماء كانت من دون هدف لكن إحراس الدول الغربية اليوم نقاط على روسيا عمليا نقلت الحرب إذا بدك إلى الداخل الروسي على الاقتصاد الروسي ولو كان أنه هلا الاقتصاد الروسي بيبين بعده متماسك إلى حد ما بالتالي اليوم بوتين صار عنده الجبهة الداخلي والجبهة الخارجية أي جبهة عليه أصعب لبوتين بالنسبة لبوتين الجبهة الأهم هي الداخلية هي هي الجبهة الأهم وهي صار من يومين أظهر فيها ضعف وفيها تصدع وبالتالي أنا حاليا بشوف بوتين سيكون منهمك بشكل كبير بمحاولة رد الصدع بشك بدي يعني؟ بدنا نشوف تغييرات بدي يحاول يعمل تغييرات وإعادة تموضع داخلي إعادة تقييم لوضع الداخلي ليحاول يحصن نفسه بشكل أكتر إذا كان هذا هو الوضع داخل روسيا ومع بوتين هل الوضع أفضل تجاه دول الناتو تجاه دول أوروبا؟ عمليا رح يكون في عندهم سياسة دفاعية مشتركة واحدة رح يقدروا يوصلوا لهذه السياسة؟ مين؟ دول الناتو؟ الناتو عرضي عندهم سياسة دفاعية مشتركة بس مشتركة يعني؟ يعني مش أنه كل دولة عبطعتها قديش بدون يعني لها سياسة واحدة حاليا فيما يخص أوروبا فيما يخص أوكرانيا هناك سياسة واحدة نعم هناك في دعم كبير من جميع الأعطاء الدول الناتو في تدريب وتسليح وتجهيز المعركة شفنا تبيونات بين فرنسا؟ لأنه هناك قناعة لدى الشريحة الكبرى من حلف الناتو وعضاء حلف الناتو أنه الدعم أوكرانيا لهزيمة روسيا في أوكرانيا هو السبيل الوحيد لمنع أي تهديد مستقبلي من روسيا لهذه الدول أستاذ الياد أهواج بحرب أوكرانيا شفنا التحالفات القائمة روسيا مدعومة من إيران عندها خطوط مع الصين شفنا الصين كمان عندها خطوط إذا بدك تقول مع السعودية فتحت على السعودية فتحها على إيران الاتفاق السعودي الإيراني وشفنا كمان السعودية كان عندها عبتعرض وسطتها بالحرب الأوكرانية مع روسيا اليوم التحالفات بالعالم كيف هي مقصمة؟ اليوم التحالفات بالعالم هي تحالفات على الأطعاء يعني ما باقي عنها؟ الدول واليوم لم تعد تشكل تحالفات مبنية على اتفاق إديولوجي ما فيما بينها أو على وجود ترابط ثقافي أو ترابط ديني فيما بينها هذه التحالفات اليوم باتت على التقاء مصالح وكل من الأعضاء عم بيدخل ليحقق هدف لإله مش عم بيفوت لتحقيق باكيج يتطفق عليها الجميع بس هيدا إله مخاطر يعني عمل رح أعطي مثل ما بعرف إذا أنت بتوافق بهذه النقطة بس اليوم الاتفاق السعودي الإيراني عمليا السعودية كانت تعتبر حالة أنه هي بحالة عداء مع إيران وكانت تعتبر أنه كمان عندها أمن مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية خسرت إذا بدك تقول السعودية بمواجهة إيران لا لا هذا ما جرى بين إيران والسعودية هو اتفاق وليس تحالف تحالفات نحكي تحالفات اليوم مثلا فيك تقولي تحالف القائمة بين أو يسمى ال-I2-U2 اللي هو إينديا، إسرائيل، UAE، يواند ستايتس يعني الهند، إسرائيل، الإمارات وأمريكا هذا تحالف أنشئ لتشكيل خط تواصل ما بين آسيا من الانطلاق من الهند باتجاه أوروبا مرورا في الإمارات وإسرائيل، خط بحري وهو الهدف الأمريكي تبعه هو تطويق أو إنشاء خط منافس لطريق الحرير الصيني المشروع الاستراتيجي، الوان بلت وون رود الصيني لربط آسيا بأوروبا فهو أنا عن تخلق منافسي الهدف الأمريكي من إنشاء هذا التحالف هو ضرب خط الحرير الصيني هدف الإمارات في دخول هذا التحالف هو تعزيز نشاط موانئها لأن الإمارات هي أيضا جزء من خط الحرير الصيني وبالتالي الإمارات داخل هذا التحالف لمصالح اقتصادية خاصة فيه لا علاقة لها بهدف الأمريكي وهو إضعاف الصين ومن هنا أقول لك التحالفات تكون على الأطعام على الأطعام التفاهمات اليوم اللي عم تصير ما بين إيران وبعض الدول العربية هي هدفها أنه هذه الدول اليوم عم تحط مصالح اقتصادية قبل كل شيء عم تيجي تقول أنه أوكي اليوم أنا خلافي والاشتباك القائم فيه مع الإيراني لم يحقق الأهداف والأمريكاني والإسرائيلي وكل هالجهات الغربية لا مصلحة لها بدخول حرب اليوم مع إيران جراء ما يجري في أوكرانيا وبالتالي لشو نحن دخلين باشتباك مع إيران نحن مننهي الاشتباك ومنفوت في فك نزاع ومحاولة تطبيع الوضع الاقتصادي والعلاقات فيما بينها برعاية قوة عظمة الأسوية اللي هي الصين اللي هي عم ترعى هذا الموضوع وبالتالي السعودية لم تتحول إلى حليف إلى إيران نكون واضحين هون التنافس مع إيران لا يزال قائم والشعور بالتهديد من إيران لا يزال قائم إنما هناك تغيير في التكتيك من الجانب السعودي في تغيير في المقاربة من الجانب السعودي في التعامل مع إيران أعطاء فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنمية على أمل أن هذا يشجع الإيراني للخطوات بالمثل نعم وهل كانت مغامرة فاغنر غير محسوبة؟ يعني خطورة بالمعنى الكامل للكلمة على وجود النظام وتماسكه واستقراره لا أعتقد ذلك إنما هذه كانت مقدمة أظهرت أن هناك نوع من التناقضات الداخلية وقوية هي ليست بسيطة ليست سهلة حجم الارتباك الذي حصل بمقابل تقدم السريع لقوات فاغنر في عدد من المحاور وخصوصا في رستوف يعني الاستلاع على القيادة العسكرية التي تدوير عمليا الحرب في أوكرينا يعني كيف تتمكن ذلك؟ هناك يعني شكوب كثيرة بأنه ربما كان لديه خلفاء وما زال داخل المؤسسة العسكرية في مواجهة ويزير الدفاع إذن الموقف كان عصيبا بالفعل كان بقيق الفعل لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تهديد عن الاستقرار بالمعنى الكامل هناك تبعات عديدة أخرى أولا أنه سراع النخب في روسيا سوف يبرز أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة النقطة الثانية المهمة أعتقد أنه بوتين الذي خرج في خطاب للأمة يتحدث عن الشان العظمى وأنه وتبعد برد قاسي وحاسم تراجع وأطلق الرجل من الملاحقة الجنائية هذا أمل سيكون له تبعات على فعيد النخب الروسية نفسها لأنه هناك جزء من هذه النخب ليس راضي تماما عن تفاقم الصراع مع الغرب له مصالح مع الغرب يريد أن تنتهي هذه الحرب أي طريقة وأن يتم التوصل إلى نوع من تطبيع العلاقات والعودة على الأقل إلى الإطار الطبيعي يعني رفع جزء من اللقوبات وما إلى ذلك إذن نحن أمام مرحلة أنا أعتقد أنه التمرد مغامرة فاغنر يعني أطلقت صافرة البداية إنما هناك تبعات بالتأكيد ستكون عديدة طبعا من ضمن التبعات هو فاغنر نفسها هل سيكون هناك تغيير في القيادة الروسية يعني بوزارة الدفاع برئيسة الأركان يلي كان أكثر شيء قائد فاغنر مصر على محكمته المشكلة الرئيسية أنه حتى الآن لم يعلن عن تفاصيل الصفقة أعلن عن جانب منها هل جزء من هذه الصفقة يصر على أو يعني يتضمن تغييرات في قيادة إزافة الدفاع ربما يكون الأمر كذلك لأنه بدأت تقاضي التسريبات في موسكو بالفعل تتحدث عن ترشيحات بخلافة وزير الدفاع لكن هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هذه آلية بيروقاتية بحثة بمعنى أنه عزل وزير الدفاع لا يعني تقليص حضوره وهمته وصديق بوتن المقرب ورفيق دربه منذ سنوات طويلة لا أعتقد أبدا أن بوتن سوف يتخلى عن حلفاء ورفاقه المقربين يعني الطاقم الرئيسي الذي عمل مع بوتن على مدار عقدين ونصف العقد لن يكون يعني لن يتم تخلى عنه لما في ذلك ترجع شيء بوزير الدفاع إنما قد تكون هناك بعض التغييرات من أجل تسريع وطيرة دفع وطيرة الإصلاحات المؤسسلات الكريمة لأن أظهرت حرب الأوكرانية بالفعل إنه المؤسسلات الكريمة كانت يعني الإصلاحات التي جرت فيها كانت أقن من التوقعات بكثير برغم حجم الإنطاق الهائل الذي أنفق عليها خلال العقدين الماضية هل يمكن لرئيس بوتين أن يقدم على التفاوض مع أوكرانيا مثلاً بظل شروط أقل قساوة مما كان فيها سابقاً؟ لا لا أعتقد ذلك أعتقد بالعكس من ذلك واحدة من التبعات الرئيسية لهذه المغامرة أنه سيكون هناك تشدد داخلي لأنه كما قلت قبل قليل هناك مخاوف من أن هذه النخب ربما تنفرط ينفرط عقدها وتبدأ بعض الصراعات الداخلية بالظهور لذلك سيكون هناك تشدد تشديد القبضة في الداخل بشكل أقوى النقطة الثانية سيكون هناك تشدد أيضاً في العملية العسكرية وربما تصعيد قوي في مرحلة معينة من أجل الإثبات أن الجبهة الداخلية مستقرة وثابتة ولا يمكن أن تؤثر على الأهداف الأساسية للعملية العسكرية في الإنطريقية بس ولكن إطلالة النظام الروسي حالياً هو ينطلق من نقطة ضعف تجاه دول العالم تجاه الدول الغربية من بعد ما شهدته روسياً بهاليومين صحيح هذا الكلام يعني لذلك قلت طبل قليل هناك مشكلات جدية هناك تاؤلات أصلاً أنه كيف سيتم معالجة هذا الاشتباك الذي ظهر هذا الحال أنه هناك مشكلة جدية داخلية لا يتم معالجتها هل من خطورة في الحرب الأهلية يعني الرئيس بوتين بكلمته حذر من خطورة الحرب الأهلية وأنه لن ينجر إليه لا 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 أعتقد أن هناك خطر بالمعنى الواسع للكلمة انزلاق نحو حرب أهلية المشكلة هي بين النخب ليس حرب أهلية المشكلة هي صراعات النخب صراعات مصالح النخب يعني ما يهدد النظام السياسي في روسيا بالتأكيد ليس الشارع الروسي وليس الانزلاق نحو حرب أهلية واسعة الانتق هذا أمر مستوى الترامة صراع النخب يمكن أن يربك المؤسس الحاكمة هذا هو الأمر المهم في هذا الموضوع شكرا للمحلل السياسي والكاتب رائد جابر حدثنا مباشرة من موسكو عن الوضع في روسيا أعود إلى ضيفي في الستوديو الأستاذ رياض داكا هو جي كنا عم نحكي عندك تعليق؟ معه طيب طالب نفس الأشهر حكيه ده أنا مضبط كنا عم نحكي عن الاتفاق السعودي الإيراني كنا عم نحكي عن التحالفات عم بتعتبر أنه التحالفات اليوم هي على القطعة لبنان وين وضعته؟ نحن شو نلحق أي تحالف؟ لبنان اليوم مصلحته بسبب التركيب الحالي والدور اللي عم بلعبه حزو الله داخل المؤسسات وخارجها في لبنان تملي عليه أنه أو تفرض عليه أن لا يكون جزء من أي تحالف لا يستطيع أن يكون جزء من أي تحالف هو عمليا هنا لبنان هو عضو فقط في تحالفات قديمة مثل الجامعة العربية بس بيسيطرة حزو الله القائمة اليوم شو من الحق؟ عم نلحق بس التحالف لبنان اليوم في علامة استفهام على التركيبة الحاكمة فيه على الهوية الخاصة فيه وهذه كلاياتها عم تعمل حتخلي يكون صعب جدا دخوله في تحالف أو اعتباره جزء من تحالف لأنه إذا قلنا جزء من تحالف الممانعة طيب ما في عند القوة سياسية اليوم وزنة وموجودة وعند تمثيل نيابي كبير لأخيره ترفض أن تكون ولا تؤيد محور الممانعة ولا يستطيع أن يكون جزء من تحالف أمريكي لأنه حزو الله والقوة اللي معه ترفض أن تكون جزء من هذا التحالف لا يستطيع أن يصل الاتفاق سلام مع إسرائيل كما فعل غيره لا يستطيع أن ينضم إلى قافلة الاتفاقيات الإبراهامية بسبب الوضع الداخلي اللي هو فيه وبالتالي هو محكوم يعني عنده وضع خاص يختلف عن بقية الدول استاذ الرياض بهذه النقطة بالزيت عم بتقول أنه لبنان ما نقادر يكون وفيه عدة أفريقا بس اليوم صار شيء إذا بدك تجي تفكر فيها ملف ترسيم البحرية اللي صار حكما أنت صرت بتحالف ما لا شو لك الدول اللي يتم وجود النفط وغاز فيها تتغير طبيعة الواقع الصراع فيها وهذا أمر مثبت في كتير دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا أخرى تم العثور فيها على النفط وتم تغير جذري في وضع السياسي الأمني إن كان داخلي أو على حدودها مع الدول الأخرى لأنه بتصير من مصلحة القوة المسيطرة القوة أمر الواقع أنه تهدي اللعب حتى يستفيدوا من النفط والغاز والثروات اللي تم إيجاده اليوم لبنان قد نشهد تحوله يمكن قد يتجه لتحالف اقتصادي قد يكون هناك تنشأ في المنطقة تجمع لمتجير قوة الغاز شيء أشبه الأوبك لبنان قد ينضم لهكذا مجموعة مستقبلا إن تم العثور على كميات من الغاز ما بيأثر وجود جيدة ساعتها ما بيأثر وجود أو عدم وجود إسرائيل لبنان عضو المتحدة اللي إسرائيل عضو فيها وبالتالي لبنان بيكون ضمن هذا السياق بعدين اللبنان بده يرتبط إذا بكرا بده يصدر نفق الغاز تبعه الجهة اللي حتطلب هالغاز هي أوروبا وبالتالي نحن بدنا نشبك مع أي خطوط حتروح باتجاه أوروبا عبر أبروس واليونان وغيرها فبالتالي سيكون هناك نقاط التقاء قد يجد لبنان نفسه مع مجموعة تضم إسرائيل إنما هذا لا يعني إنه لبنان دخل في حالة سلم وتطبيع مع إسرائيل بيبقى كل الأمور معلقة كيف صار رسمي القدود نفس الشيء عما اليوم الحضور الفرنسي عندك شركة توتال عندك لودريان إجا على بيروت وكان هم الاقتصادي واضح بالنسبة لفرنسا خلينا نشوف نطلع شوي إلى فرنسا ماذا يجري هناك سينضم إلينا رئيس التجمع اللبناني في فرنسا كمال طربي مزاق الخير استاذ طربي بسا النور أهلا اليوم بفرنسا يتم الاستعداد لإطلاق أعمال اللجنة اللبنانية الفرنسية ما هي الأهداف من هذه اللجنة وأي قوة مؤثرة لها سيكون على السياسة الفرنسية الفاعلة ضمن لبنان من المؤكد أن خطوة إطلاق لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في بريس هي خطوة يمكن أن تعتبر خطوة هامة وأساسية خاصة في هذا الظرف بالذات هي تهدف أساسا إلى تجميع طاقات وإمكانيات الجالية اللبنانية في فرنسا لتشكيل ما يسمى بقوة ضغط قوة تأثير تعمل على تحقيق أهداف معينة سياسية اقتصادية تربوية وإصلاحية في الداخل اللبناني وتهدف بالمقابل إلى تبيان صوت لبنان الحقيقي ومطالب لبنان الحقيقية لجه السلطات الفرنسية العاملة على الخط على خط بريس بيروس المهم هنا سيد ردعاء أن هذه المبادرة تضم سبع جمعيات من المجتمع المدني اللبناني في فرنسا هي الجمعيات الأساسية التي تعمل منذ سنوات على الدفع باتجاه الإصلاح في لبنان باتجاه إيجاد دولة تتمتع بحوكم رشيدة باتجاه تحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على جميع أراضيها وتعتبر لجنة التنسيق كما ذكر في بيان التأسيس أنه بدون بمعذل عن استعادة السيادة بشكل كامل ليس هناك من مجال لتطبيق إصلاحات سواء كانت سياسية أم اقتصادية أو اجتماعية استاذ طربي اليوم مع هذه الأهداف للجنة اللبنانية الفرنسية هل بتعتبر اليوم مع السياسة الفرنسية مع مجيء لودريان ومغادرته بيروت والنظرة التشاؤمية القائمة يعني شو بدأ تقدر تعمل هذه اللجنة اليوم مع النظرة الفرنسية والمقاربة الفرنسية الرئيسية إن كان بالمقايدة أو حتى إذا كانت أعلنت أنه ما عنده مرشح خاص فيها من المؤكد أن إطلاق هذه اللجنة جاء في توقيت هام كما أسلفت ماذا يمكن أن تعمل بإمكانها أو من خططها من أهدافها التحرك المباشر لدى السلطات الفرنسية رئاسة الجمهورية وزارة الخارجية مجلسي النواب والشيوغ الأحزاب الفرنسية الفاعلة لتبيان حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان حقيقة هذا الوضع وتبيان ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة من رئيس إنقاذي سيادي فعلي من إصلاحات أساسية وأيضا من من تشكيل حكومة من متقلين من زوي الكفاءة بمعنى أن هذه المبادرة أو هذا العمل الذي ستقوم به لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية ستحاول أن توضح للفرنسيين أن عملهم في الفترة الأخيرة على الخط الرئاسي جاء مجتزئا ولا يتناسب بالفعل لا مع طموحات طموحات الشعب اللبناني ولا مع التعهدات التي أطلقها الرئيس إمانيال مكرون عقب زيارتين إلى لبنان إثرا في جار بيروت في جار بربا بيروت المجمر طبعا نحن نريد مرشح لرئاسة الجمهورية مرشح توافقي مرشح حواري يكون مفتحا على مختلف الأطراف اللبنانية ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لهذا المرشح أن يكون مفروضا من قبل الطرف السياسي مهما كان قوته وهذا الطرف السياسي لا يمكن أن يصل في ظل الانقسام العمودي والأفقي الحالي داخل مجلس النواب يجب على فرنسة أن تتبع أو أن تأخذ أولا أن تستنت إلى مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وهي من مبادئ الجمهورية الفرنسية وأيضا أن فعلا تعمل بوحي ما قاله الرئيس مكرون في آب 2020 إثر انفجار بيروت أي انتخاب رئيس الجمهورية تشكيل حكومة مستقلة والبدء فورا بتحقيق الإصلاحات وأعقب أيضا كلامه بنوع من التحذير المباشر بأن كل طرف في لبنان يعرقل التوصل إلى هذه أو إلى عرقلة البدء بالتحقيق هذه الأعداد سوف يتعرض لعقوبات فرنسية ولعقوبات أوروبية استاذ كمال طربي خلينا نقول أنه لربما العقوبات تأخرت فرنسا في اتخاذ اليوم في حديث لودريان عن عمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين قواعد هذا الحوار إلى ماذا يستند أولا فرنسا لا تزال يعني من خلال زيارة جنوب لودريان إلى بيروت وهو مفهد رئاسي أي أنه مكلف من الرئيس ماكرون شخصيا يعني عندما يتحدث زيارة لدريان وكأن الرئيس الفرنسي يتحدث بذلك هو مفهد شخصي له ممثل عنه إذا صاح التعبير ما تريده فرنسا أولا الإصراع بانتخاب رئيس جمهورية وبعادة العمل إلى المؤسسات تمهيدا للبدء بالإصلاحات ولكن ما تريده فرنسا أيضا أن يكون يعني الرئيس من خلال التوافق على سلة من التعيينات تشمل رئيس حكومة تشمل المراكز العليا في الدولة كقيادة الجيش وحاكمية المصر المركزي التي سيصبح خليتين خلال الأشهر القليلة المقبلة خلال الشهر المقبل بالنسبة لحاكمية البنك المركزي لأن فرنسا تدرك تماما أن انتخاب رئيس جمهورية إن لم يكن حائز على حق معين من التوافق الداخل بين الأحزاب والقوى المتفارعة لا يمكن له أن يشكل حكومة لا يمكن أن يقرم على أي عمل ولكن ما نريده نحن كلبنانيين في فرنسا ونحن هنا هذا التجمع الذي سينطل قدم بريس يضم اللبنانيين وهم بغالبيتهم أيضا من الفرنسيين أي أنهم يحملون الجنسكية الفرنسية إذن نحن لبنانيين وكذلك نحن نحن من المواطنين الفرنسيين هذا يجب أن يؤخذ بعد الأقبار أكيد أكيد المرشح يجب أن يحصل حول شخصه نوع من التوافق ولكن ما نرفضه هو أن يكون مرشح كيف ما كان أو أن يفرض بقوة طرف إقليمي معين وهو إيران يعني لتكون طريحين أو أن يفرض من جانب الثناء الشيعي على الشعب اللمداني بمختلف شرائحي ومختلف هذا مرفوض وأعتقد أن في زيارته الأخيرة وبعد زيارة خطة البطريارك إلى بريز وحديثه المباشر والصريح مع الرئيس مكرون فرنسا أصبحت تدرك أن خيار أو أن مشروع الوزير السليمان الفراجي والصفير نواف السلام لم يعد له أي حظ في أن يصبح واقعا وبالتالي هي تستعد لطرح مبادرة جديدة ليس باسمها كفرنسا إنما هذه القضية أصبحت بين أيدي الدول الخمس العاملة على حل الأزمة اللبنانية أي فرنسا والولايات المتحدة العربية السعودية قطر ومصر أي مبادرة ستنطلق أي مبادرة لطرح تسوية رئاسية اللبنانية ستكون باسم اللجنة الخمسية وليس باسم فرنسا تحقيقا شكرا لرئيس التجمع اللبناني في فرنسا كمالة طربي على هذه المداخلة ضمن منشات المساء أعود إلى ضيف الأستاذ الرياض كهوجي التسوية الرئاسية عاب يحكي بتسوية رئاسية رح يفردو الخمسة صاروا ستة مع إيران معنا نحط إيران معهم ما فيه معنا ليست ناضجة حتى الآن هذه التسوية ويستثني إيران إيران هي عضو غير مرئي في هذا هذا الكتلي فهي من ست دول ويتم التواصل معها عبر فرنسا وعبر قطر هن هؤلاء الواسيطين اللي هن بيساكلوا جسر التواصل بين اللجنة الخماسية وإيران وبالتالي بد يكون فيه توافق على من الأطراف الستة اليوم الخلاف الكبير بين الأعضاء الستة هو بين عدوان بشكل أساسي اللهم أمريكا وإيران عشان نطري الاتفاق هذا الاتفاق بيسهل مهمة الست دول المجموعة الستة قلنا نسميها أو خمسة زائد واحد زائد نسميها بهذا الشكل لهذا الوصول أو الاتفاق على شخصية الرئيس المقبل الرئيس المقبل الصفات اللي حطتها الولايات المتحدة الأمريكية رئيس غير فاسد رئيس بده يعمل إصلاح وما شابه إيران لحد يتلق ما عطت هذا الموقف جدا واضح بالنسبة لرئيسة الجمهورية بتعتبر أنه على اللبنانيين أن يختاروا رئيسة السعودية بتعتبر كمان أنه هي بمنقة عن التسميات وبالتالي ما في نضوج إيران بتعتبر نفسها غير معنية بتعتبر أنه في جهة بلبنان بتمثلها اللي هي حزب الله اللي هي الجهة اللبنانية اللي هي بتعرف المصلحة وبتعرف مصالح إيران بنفس الوقت وبالتالي اللي بيقوله حزب الله يمثل وش النظر الإيراني يعني في ثقة كبيرة من الجانب الإيراني بالقيادة بقيادة حزب الله وخيارات قيادة حزب الله هود الخمسة هود الستة بكرة بالتسوية شو بتشمل هذي التسوية؟ يعني شو عم نعمل عم نغير الطائف بدنا نعدل الطائف بدنا نحكي بنظام سياسي جديد بتركيبة سياسية شو؟ وهو الأهداف مختلفة داخل المقونات اللبنانية يعني قوة خارجية باستثناء إيران بدنا اللبنانية سير دولة فيها حكومة مركزية قادرة ومسيطرة على الوضع يكون فيه جيش واحد وقوة عسكرية واحدة ضمن نظام مركزي أو لا مركزي أو شو؟ ما بتفرق ما هو إذا كنت عم تحكي فدرالي أو غير فدرالي بالفدرالية فيه حكومة فدرالية تجمعات كل والحكومة بتكون عندها دور فاعل يعني حكومة الإمارات دودي فدرالية حكومة اللبنانة حكومة قوية داخل الإمارات هي حكومة قوية صحيح كل إمارات عندها حكومتها بس بتبقى الحكومة الفدرالية هي الحكومة القوية أمريكا الحكومة الأمريكية هي حكومة قوية كل الولاية عندها جوفرنر وعندها بجل الشيوخ تبعها وحكومتها وإلى آخره بس بنفس الوقت الحكومة المركزية قوية فبالتالي بغض النظر إن كنا جمهورية رئاسية نظام رئاسي برلماني أو فدرالي لازم يكون في حكومة مركزية قوية إنما خيار حكومة وإيران لن تكون حكومة قوية لأنهم ليحافظوا على دور العسكري لحزب الله يجب أن تكون الحكومة ضعيفة إلا إذا كان هناك توافق على شرعنة حزب الله كيف بتصير؟ بيطلع قرار من مجلس الوزراء أو مجلس النيابي يعتبر حزب الله قوية رديفة رديفة للجيش بقيادته الخاصة مستقلة عن قيادة الجيش وإلى آخره كيف الحشد الشعبي نفس الشيء؟ بس هيدا بتكون على صعيد العسكر وعلى صعيد السياسي شو بدي يكون؟ هو صعيد السياسي بتتغير المعادلات جدا لأنه حزب الله أولاً وآخراً هو تنظيم شيعي يعني أنت بدك توافقي أنه يكون في عندك مئة ألف مقاتل شيعي مسلحين ومدججين بالسلاح طبعاً هيدا بالتركيب اللبناني بس هيدا ما بدك تعمل عقد اجتماعي جديد أنك تقدر تاخد ضمانات أمن أنه هذا يلي عم بتقول أنه هيدا القوة العسكرية الشعية ما يكون فيها بعدين؟ صعب تصير صعب بالتركيب اللبناني صعب لأنه كل طائفي كل ماذا بحيقوله أنا ليش ما أنا تكون عندي كمان قوة عسكرية خاصة لكن هيدا خيار صعب هذا خيار صعب بس بالنسبة للواقع الموجودين نحن في اليوم ما شايف فيه اتجاه الحزب الله يتخلى عنه ولا فيه اتجاه للوصول لاستردجية الدفاع واقعية وقابلة للتنفيذ بالتركيب الحالي وبالتالي سيكون هناك تأجيل لموضوع حزب الله يعني بده يكون فيه توافق بين دول الست انه موضوع حزب الله سلاح حزب الله الباليستين معناتها كأنك انت بعدك امريكا تعيد الخطأ زيته تعبوا للالفين وخمسة عشر وكمان كأنه امريكا اليوم تتجاهد دول الخليج وامن دول الخليج بتمدد ايران والنفوذ فاذا شو اللعب يتغير ما حيتغير لتغير اليوم انه في عنده قوة عالمية جديدة دخلت عالصحة الشرق الاوسط اللي هي رؤى اللي هي الصين كيف بت الصين عملت عملت هلأ نحن المنتظرين لنشوف قديش الصين حيلعب دور اكبر في اجبار او الضغط على الاطراف المعنية بتطبيق التزاماتهم في هذا الاتفاق الاتفاق هذا يشمل انه انهاء حالة وجود الميليشيات وعدم تصدير الثورة اوكي فبدنا نشوف هلأ ايران هل ستلتزم واذا ما التزمت هل الصيني سيمارس ضغوط على ايران الامريكي همه فقط موضوع النووي فقط لا شيء اخر ما حيكون فيه اي اتفاق هو بهمه مصالح اسرائيل من هالناحية انه ايران لا تكون عندها قدرة لتصنيع او اتجاه تصنيع سلاح نووي طب بس الموقف الاسرائيلي اليوم اصبح اكتر متقبلا لايران النووية يعني بتحس فيه لهجة اقل حدة تجاه ايران ولا لا الاسرائيلي مش متقبل للموضوع بس اخف والاسرائيلي والاسرائيلي اليوم امام امر واقع خياراته جدا محدودة بدي يفوت بمغامرة عسكرية حيث قد يجد نفسه وحيدا بها تبعاته غير محسوبة ومن هون يعني خياراته العسكرية قلت كانت اكثر فيما مضى اليوم صاد خياراته عسكرية اقل من السابق هذا ما بيعني انه معاش خطير الاسرائيلي ما بيعني انه الاسرائيلي قد يقدم على امر عسكري عسكري منفرد ويراهن على انه حرب اقليمية ستدفع بامريكا وقوة اخرى للدخول لحمايته ضد ايران وبالتالي استمرار الازمة كما هي عواقبة كبيرة ومن هون اتجاه الامريكي لوصول الاتفاق يحد من المخاطر برنامج ايران الناوي تم التعامل معه من قبل امريكا واسرائيل خلال السنوات الماضية بالاستراتيجية التالية كل الرؤس الامريكان والدارة الامريكية اللي اجت كانت انه خلينا نأجل المشكل ما بديها تصير خلال ولايتي خلال ولايتي بيكون امور واستقرة خلي اللي بييجي من بعض هو وصل لحل دائم مع الايراني ونفس ايران استفادت جدا من عمل الوقع ولا تزال تستفيد من عمل الوقت في هذا الموضوع خلينا ننهي حلقتنا استاذ رياض اهواجي صورة اخيرة عن لبنان الاستحقاق الرئاسي بتشوف رئيس جمهورية قريب بعيد شو التحديات اللي بتكون معنا ديئتين او ديئ او شوي طبعا هكون في رئيس بنائة المطاف في عنا رئيس انا لا اوافق مع البيقول انه خلص الرئيس مشيلا قانعون كان اخر رئيس جمهورية البنان هذا ما انا لا اوافق بهذا الموضوع سيكون هناك رئيس هي مسألة وقت لتفاهمات اقليمية دولية فيما بينها لبنان هو حاطت نفسه في موقع انه يكون يتأثر في الحوالات الاقليمية والدولية انا بشوف انه فترة الخريف العثور على غاز سيغي سيضع لبنان في مكان اخر كليا سيضعه بطريق الاستقرار يعني كل ما بكر في العثور على غاز وكل ما كانت كمية الغاز كبيرة ودفعت للبحث في بلقيات اخرى وعثور على المزيد لبنان سيتجه الى مكان اخر استيسر رياض اهواج عندك ثقة بهذه السلطة انه اليوم هذه السروة النفطية بدأت تحافظ عليها او سيروح مردودة الى لبنان الى الخزينة لا اعلم كانت هذه المنظومة كما هي اليوم ستستمر كما هي اليوم يعني في عندك دور القوة العظمى قد يتغير اهتمام بالبنان قد يتغير يزداد اكثر وهذا سيؤثر على هوية الاشخاص الموجودين يعني نحن اليوم شفنا زعيم انسحب من الساحة كليا شفنا زعيمين انسحبوا من الساحة كليا الحريرة وجملة وبالتالي علينا على نتفاجأ من رؤية زعيمة اخرية انا بدأ اشكرك على هذه النظرة التفاؤلية الضيف الباحث والمستشار في شؤون الامن والدفاع رياض اهوجي كمان بدأ اشكر المحلل السياسي من روسيا رائد جبر ورئيس التجامع اللبناني في فرنسا كمال طربي بدأ اشكر كل المشاهدين والمستمعين يلي تابعوا حلقتنا اليوم من منشات المساء اشتركوا في القناة